اشتركوا في القناة يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون قال الشيخ سعدي رحمه الله هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ليطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يعني هذا أمر وإخبار بما سيكون وما سيكون به الابتلاء والاختبار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أي لا بد أن يختبر الله إيمانكم فالإيمان ليس قولا فحسب وإنما هناك الأعمال كذلك التي تبين صدق الإنسان في إيمانه هذا يقول ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي شيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة يعني هو مقدور وبين أيديكم ويمكنكم صيده يقول ليعلم الله أي علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب وذلك أن الله عز وجل علم ما كان وما هو كائن وما سيكون بل وما لم يكن لو كان كيف يكون فما معنى ليعلم الله من يخافه بالغيب أي يعلم علما ظاهرا للخلق علما يترتب عليه الثواب والعقاب ليعلم الله من يخافه بالغيب أي فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه فمن اعتدى أي منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه لا عذر له أو لا عذر لذلك المعتدي والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده وأما يظهر مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك يعني الخوف الحقيقي إنما يظهر حينما يكون الإنسان بعيدا عن الناس لا يطلع عليه إلا الله ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون في الحج والعمرة يقول والنهي عن قتل يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلال عليه والإعانة على قتله حتى أن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله وهذا كله تعظيم لهذا النسك أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم مكة بلد حرام بلد آمن وبلد أمين فلذلك لها أحكام تختلف عن غيرها من البلاد وقد حرمها الله عز وجل ودعا لها إبراهيم عليه الصلاة والسلام والمدينة كذلك حرمها ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما قلت لها أحكام ليست لغيرها من البلاد فإن كنت أنت هنا في بلدك مثلا لو كنت في رحلة برية فلك أن تصيد الحيوانات التي أجاز الشرع أكلها كالأرانب والغزال ونحو ذلك أما في مكة فلا يجوز الصيد لا لأهل مكة ولا لغيرهم سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم وأما خارج مكة فلا يجوز الصيد للمحرم لو كان غير محرم لا مانع أن يصيد لكن إذا كان محرما فحال الإحرام تجعل الصيد محرما عليه يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني محرمون في الحج والعمرة وليس هذا النهي فقط نهيا عن قتله يقول وإنما يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل يعني أن يشترك هو وغيره فيه سواء كان محرمين مثلا أو أحدهما محرم والآخر حلال ليس بمحرم والدلال عليه أن يدل الذي يريد الصيد على مكان الصيد والإعانة على قتل بل أن ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله هو لم يشارك لم يدل لم يعن على القتل لكن صاد له إنسان صيدا وهو يقدمه له ليأكله فيسأله لو كان قد صاد ذلك له طبعا هذا الثاني ليس بمحرم لو كان قد صاد ذلك له فلا يجوز له أن يأكل منه يقول ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام يعني لو كان خارج مكة فأله أن يصطاد ما يشاء من الحيوانات التي أحلها الشر لكن إذا صار محرما يحرم عليه صيد هذه الحيوانات وقوله ومن قتله منكم متعمدة فجزاء مثل ما قتل من النعم هذه الآية تبين ما الذي يكون على الذي خالف هذا الحكم وسنتكلم فيها إن شاء الله في اليوم التالي بإذن الله تعالى هذه الآية أو هذه الآيات تبين لنا حكما من الأحكام الشرعية وهي حرمة الصيد على المحرم وعلى المحرم والحلال إن كان بمكة فيحرم على المحرم بحج أو عمر قتل الصيد البري المأكول أو التعرض له بآذى أو المعاونة على قتله أو غير ذلك من الصور التي ذكرناها وهذا بخلاف الحيوانات الضر التي لا تؤكل كالفواسق الخمس الفأر والحدأة والكلب العقور والحية ونحو ذلك هذه تقتل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق أو فاسق يقتلنا في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور كما عند الشيخين يجوز للمحرم قتلها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أما الحيوانات التي تصد تؤكل فلا يجوز للمحرم وغير المحرم فعل الصيد بمكة ولا يجوز للمحرم فعل الصيد إذا كان محرما خارج مكة ولا داخل مكة والذي اعتذى وتعرض للصيد وقتل هذا عليه الجزاء كما سيأتي معنا إن شاء الله وفي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ليابلوا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم هذا فيه بيان واختبار حقيقة الإيمان وأن الإيمان كما ذكرنا ليس قولا فحسب نعم يثبت حكم الإسلام للإنسان حينما يتلفظ بكلمة الشهادة لا ننقب على ما في قلب ولا نشق عما في صدره ولكن ما هو صدقه في هذا الإيمان إنما يزداد الإنسان إيمانا أو ينقص ويظهر ذلك في هذه المواقف عند الابتلاء فقد تساوى الناس في العافية فعند البلاء يتبين الرجل يختلف الناس ويصدر الناس مصادر شتى وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فالإيمان قول وعمل عمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى المسلم أن يتفقد إيمانه كذلك أمارة الخوف الصادق أن يكون بالغيب فالعبد مأمور بالخوف من الله عز وجل يخاف الله عز وجل أمام الناس ويخاف الله عز وجل كذلك في الخلوة وهي أكثر ما يبين صدق الإنسان في هذا الخوف من الله عز وجل حيث يغيب الرقيب لا يراه إلا الله فيظهر صدقه في الخوف من الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وهذا العذاب الأليم يكون منه ما هو في الدنيا ويكون كذلك ما هو في الآخرة لمن مات غير تائب وسنبين كفارة قتل الصيد في الآيات القادمة بإذن الله قلوا قبل هذا والسعفر الله عليكم ونزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شكرا